هذا ويوصل مهرجان وزارة الإعلام الذي تم افتتاحه بمناسبة الأعياد الوطنية تنظيم فعالياته اليومية وذلك في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية وتشتمل فعاليات المهرجان على العديد من الفقرات والأنشطة كعروض الفرق الشعبية والسوق الذي يضم محلات ومنتجات متنوعة إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال والتي تتيح للزوار الفرصة للاستبتاع بأجواء القرية التراثية بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين وتشارك وزارة الإعلام بمهرجانه الجماهيري في القرية التراثية كمشاركة واحتفاء بمنجز وطني تعمل الوزارة على إبرازه في العياد الوطنية المجيدة بما تحكسه القرية التراثية من جوانب مهمة من مسيرة تطور مملكة البحرين المتصلة بالإنسان والعمران وتستمر فعاليات مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية حتى العشرين من شهر الجاري حيث ترحب بزوارها الكرام ترجمة نانسي قنقر